السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير ان شاء الله كما شاهدنا اليوم كان هبوط حاد للبيتكوين والسوق بصفة عامة كان ابيض كان عفوا كان احمر كله تقريبا انظروا هنا السوق دماء تسيد في السوق ايضا البي انبي تواصل الهبوط الكبير بعدما كانت بنان ستمائة واحد وعشرون دولار انخفضت اليوم بستمائة دولار وهنا يأتي دور الشراء على مراحل كما قلنا سابقا دائما نحاول الشراء على مراحل لو ان مثلا اشتريت في ستمائة واحد وعشرون عليك المعاودة والشراء من هذه المنطقة لان عندما يصعد السوق مثلا سبعمائة دولار او يعود لستمائة واحد وعشرون تقوتهم قد استرجعت رأس مالك وايضا ربحت الفارق السعر لكن دائما عليك ان تعرف ان البي انبي عملة قوية تعود لملاطقها بشكل سريع جدا حسنا اذا نرى البيتكوين نعود هنا انظروا هذه شمعة كبيرة هبوط الارس يوحي لنا بمزيد من الهبوط هنا نقوم بتكبير الشرط هكذا انظروا هنا اشهادية الشمعة رغم ذلك شكلت ديل كبير اه لم تستطع اختراق هذه المنطقة هذه مدعم هنا خط دعم هنا يحاول كأنه يحاول الخروج من من المنطقة من هذه القناة العرضية انظروا هنا عندما وصل اه فعل نفس السلوك هنا بعدها ليستقر مدة وبعدها يعاود الصعود هل يعيد نفس الكرة ونفس اه نفس الطريقة من جديد الايام ست ستورن ان شاء الله لكن نحن نأتي بكي نا نستفيد من هذه الهبوط كما قلنا لكم دائما عليكم وضع اردرات صغيرة يعني في ارقام متدنية وتركوها هكذا حتى بعد عندما يأتي مثلا السوق هكذا على اه فجأة ويهبط بسرعة يكون قد تكون قد اشتريك وترفع تربح رابع اه فارق السعر حسنا نرى الان البيتكوين سبعة ستون الف دولار نرى القيمة السوقية للبيتكوين العفو للعملات الرقمية اثنان تريليون واربعة واربعون انخفض من الامس الى اليوم بنسبة ثلاثة في المئة بمعنى هناك خروج للسيولة رغم ارتفاع التداول اليوم ايضا ملاحظة ان الدومينانس الخاص بالبيتكوين بدأ يرتفع وهذا مؤشر اه يكون جيد لآه صعود البيتكوين وبالتالي ستتبع العملات الرقمية الاخرى حسنا اه هنا القيمة السوقية للبيتكوين واحد تلاتمائة 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 ستة وعشرون مليون دولار آآ البيتكوين آآ السوركولات سابراي تسعة عشر مليون قطعة يعني تبقى تقريبا مليون آآ مليون آآ نقول مليون تقريبا مليون وثلاتمائة آآ الف قطعة آآ متبقية مليون تآ توجد عند الساتوش ناكا موطوء على غير مجهول الهوية حسنا آآ بالنسبة للبيتكوين كما قلنا ما عليك اذا اردت الشراء عليك دائما اتوخي الحادر واشترا على مراحل وانتظار هذه المناطق انظروا هنا الارس يقول لنا ان هناك ان هناك آآ توجد آآ يوجد هبوط كبير في السوق دعونا نقوم بتكبير هكذا هذا هذا المؤشر لا اعرف لماذا حسنا انظروا السوق يعني يقول لنا ان هناك آآ هبوط كبير انظروا يعني عندما سيرتفع هذا ليتقاطع مع الخط الاصفر هذا الخط عندما سيتقاطع عند خط اصفر يحتاج لمدة كبيرة ويحتاج لوقت بمعنى ان الهبوط لازل آآ متجهة نحو الاسفل ربما يتري هذه المنطقة ربما يأتي الى هنا الى منطقة الثلاثين نحن دائما كما قلنا نشتري عند هذه المنطقة انها المناطق الامينة حسنا دعونا الآن نرى آآ نرى البيتكوين هكذا نذهب الى الكون ماركت كاف نرى عملات الترند في السوق عملة الاثينة سولار اكس آآ هانز هانك آآ بي بي اآ بيتكوين هذه كلها عملة الترند العملة الاكتر مشاهدة آآ نيزا غلوبال دائما توجد هذه النقطة هذه العملة في آآ العملة الاكتر مشاهدة صراحة آآ عليها زوار مشاهدين كتر وهذا يحيلنا بآ آآ ان العملة صراحة سيكون لها شأن كبير حسنا القيمة السوقية الصغيرة لهذه العملة التي لا تتوى تتجاوز اثنى عشر دولار يعني تصور معي تصبح آآ قيمة السوقية مليار دولار يعني ضرب الف مرة تقريبا وهذا شيء شيء آآ جيد جدا يعني ستربح الف مرة يعني كل شيء ممكن مع البولران القادم ان شاء الله لانه سيتكون هناك صعود جدا ضخم جدا وكبير اقوى من السابق يعني كلما كان البولران جديد كلما كان هناك قيمة جديدة للعملات الرقمية وايضا القيمة السوقية للعملات خصا مع ازديات شعبية هذه العملات حسنا هناك ايضا طرس بروتوكول ارتريد ارتريد ايضا آآ هي كذلك قيمة سوقية صغيرة آآ مقارنة بآآ سعرها فهي قيمة سوقية صغيرة ايضا يعني تصور معي تصبح قيمته السوقية مئة وعشرة مليون دولار يعني ضرب مئة تقريبا او ضرب عشرة عشرة تقريبا يعني شيء آآ كبير كبير جدا صراحة آآ ارقام خيالية قد تصل اليها هذه العملات لكن عليك اختيار العملة الصحيحة التي ستكون لها الكلمة نرى الآن العملات عملات البيز دائما عليها عملات صغيرة قيمة صغيرة صغيرة وهذا شيء جيد يجعله من المستثمر يربح اموال اكتر حسنا نرى العملات التي تم اضافته اليوم تم اضافة تقريبا تمانية وتعشرون تمانية وعشرون عمرة هناك عملة اسمها بريفات آآ اي اه بي جي بي تي قوم شوب ترامب عملات ترامب كيز دياد ودائما آآ هناك عملات جديدة وصل مع الدرجة التي عاملها ترامب حول العملات الرقمية نعود الآن هنا الى اكذا نرى الجينر اندلاوزر بي بي اه عندو آآ اكاش نيتورك يعني بي بي تذهب عكس السوق عندما يهبت ايضا عملات البانك عملات الوازيس العملات الاكتر طولة اليوم في السوق كانت العملات اليوني سوايب عملات نوت كوين ار وير اثينا آآ ديدكس ناطيف ووردي راسمي كوين انترنت اند بآ كومبيوتر بيتكوين سيفي فلوغي شيليز هذه عملات آآ ايضا الصرانة هذه العملات كلها تأتاك تقريبا في هذا الهبوط اليوم اذا ما عليك عزيزي المستثمر الا ان تقوم دائما بآآ متابعة السوق هكذا التحليل اليومي مشاهدة آآ مشاهدة السيولة اين تذهب واين تأتي آآ هنا كومي الماركت كاب هناك خروج للسيولة من السوق هذا يعطينا انتباع ان البرر ليس آآ الآن وليس وقته ربما يكون هبوط اكتر واعنف آآ في المرة القادمة هسنا نرى هنا سوف نذهب الى كومي الماركت كاب آآ هكذا ايضا مؤشر الخوف آآ فهو ستين فقط يعني ليس بشابه الارتفاع الكابير نرى هل يوجد ايردروب اما لا شيء نرى هنا ايردروب اذا كان يوجد ايردروب فهذا شيء جيد هناك ايردروب جديد عليك ان تكون عندك مائتين قطعة ديامونت لكي تتأهل لهذا الاردروب الذي فيه تقريبا الف آآ فائز فقط نرى العملاء نرى المنصات هناك آآ ضخ في سيولة في المنصات اذا كان هناك ضخ سيولة في المنصات يعني هبوط السوق يعني الحيثان تقوم بالبيع آآ ويشتري الناس آآ المتدولون العاديون انظروا كوكوين ميكس بيتكيت كريبتو اكسرونج يعني تقريبا كل العملات كان لها صعود اليوم هسنا هذا كل ما لدينا اليوم اخواني في الله الى اللقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله وسنقوم بنفر عملات سيكون لها شأن كبير ان شاء الله في البر القادم الى اللقاء